بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ صف الرابع التدائف درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله الاختبار الثاني من اختبارات سلاح التلميذ النهائية بتمنى وبدعوكم عمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد السؤال الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية رقم واحد يختزن النبات الطاقة بداخله في صورة طاقة دوئية هل النبات بيختزن في داخله الطاقة في صورة طاقة دوئية؟ لا طبعا ده بتكون طاقة إيه؟ طاقة كيميائية وليس الطاقة دوئية لأن النبات بيأخذ الطاقة دوئية لكي يصنع جزاؤه في عملية اسمها عملية البناء الضوئية السؤال رقم اتنين الفحم يمكن أن يتكون مرة أخرى في فترة قصيرة عند نفاده يعني إحنا ممكن نكون الفحم مرة تاني لما ينتهي بس في فترة قصيرة طبعا هذه العبارة يا حبيبي هذه العبارة خطأة خطأة ليه؟ لأن الفحم يعتبر من الوقود الحفري والوقود الحفري عشان يتكون بيأخذ آلاف وملايين السنين إسأل رقم ثلاثة تعتبر الشمس مصدرا للطاقة المتجددة على الأرض طبعا هذه العبارة حبيبي إيه؟ صحيحة لأن الشمس والرياح والمياه ده تعتبر من مصادر الطاقة إيه؟ المتجددة وكذلك النباتات السؤال رقم أربعة تتغير مظاهر السطح عند تعرضها لعمليات التجوية والتعريق والترسيب وطبعا الدرس ده إحنا أخدناه وشرحناه بالتفصيل على القناة إن فعلا مظاهر السطح تتغير لما بتتعرض لتجوية وتعريق والترسيب العبارة إيه؟ العبارة صحيحة السؤال رقم بيء لدى كرما بطاريات وقلم يبقى عندها إيه؟ بطاريات وإيه؟ وقلم رصاص وورقة بيضاء ومصباح كهربي للقيام بتجربة علمية يعني معاها بطارية ألم رصاص ورقة بيضاء ومصباح كهربي عشان هتعمل تجربة علمية وضح أي من هذه الأدوات يعد مصدر للطاقة هو عايز يعرف أي من الأدوات دي مصدر للطاقة أقول له إيه؟ طبعا إيه؟ البطاريات هي مصدر إيه؟ للطاقة الكهربية السؤال رقم اتنين اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد الماء من مصادر الطاقة المتجددة طبعا ده حقيقي وهذا يعني ألف عدم المحافظة على الماء؟ يعني مفروض أنا محافظة على الماء؟ لا طبعا استهلاكه بمعدل أسرع من معدل تكوينه؟ طبعا صح طيب إمكانية تعويض ما يستهلك منه في وقت قصير؟ طبعا أقول له إيه؟ أقول له هذه العبارة هي اللحنة إيه؟ اللحنة هنختارها هي دي السؤال رقم اتنين تساعدنا نقط صور الطاقة على تتبع مصار الطاقة وتحولاتها طبعا أقول له تساعدنا إيه؟ سلاسل سلاسل سور الطاقة على تتبع مصار الطاقة وإيه؟ وتحولاتها يعني تتحول من طاقة إيه إلى طاقة إيه؟ رقم ثلاثة تغير لون الصخور عند تفتتها لما الصخور بتتغير لونها وبتتفتت دي بنعتبرها إيه؟ تجوية ميكانيكية؟ لأ تعرية؟ لأ طيب تجوية كيميائية؟ آه بقول له تجوية كيميائية ليه؟ لأن الصخور لما دونها بيتغير ده بفعل إيه؟ بفعل الأكسجين والأكسجين بيتفاعل مع المعادن المكونة للصخور لأن الصخور فيها نسبة معادن فدي تعتبر تجوية إيه؟ تجوية كيميائية أسأل رقم بقى قام لؤي بتصميم توربين مياه لتوليد الكهرباء ووضعه في بركة راكدة لا تتحرك بها المياه يعني عمل توربين ووضعه في بركة ما بتتحركش فيها المياه وقام عمر بتصميم توربين ووضعه في مياه سريعة التدفق يعني مياه بتجري يباً عنده لؤي وعند مين وعنده عمر والاثنين صمموا نفس إيه؟ نفس التوربين بس ده لأي وضعه في بركة راكدة وعمر وضعه في مياه سريعة التدفق أي من هذه التوربينات سيولد الكهرباء طبعاً هقوله مين؟ توربين عمر ليه طيب قلت توربين عمر لأنه يجب استخدام المياه الجارية سريعة التدفق لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة حركة المياه يعني السبب أن المياه الجارية هي لها القدرة على إدارة التوربين أن التوربين يعمل إيه؟ يدور ويشتغل وأول ما التوربين يشتغل ودار إيه لا يحصل؟ المولدات هتشتغل فبالتالي هيولد لنا إيه؟ كهرباء ننتقل إلى السؤال رقم 3 ضع المصطلح العلمي في مكانه المناسب أنا عندي أربع مصطلحات علمية الوقود الحفري التعرية الاحتباس الحراري الوقود الحيوي المفروض أنا أبعارف إيه هو الوقود الحفري والتعرية والاحتباس الحراري والوقود الحيوي رقم واحد ينتج نقط من بعض النباتات إيه اللي ممكن ننتجه من بعض النباتات؟ طبعاً الوقود إيه؟ الوقود الحيوي طيب اتنين عملية نقطة عملية ايه للتحدث عند انتقال الرميل او التربة من مكان الى مكان اخر طبعا معروفة دي عملية التعرية سأل رقم ثلاثة بينتج عند تعرض بعض الكائنات الحية المتحللة يعني دي حاجة بتنتج لما تتعرض الكائنات الحية المتحللة اللي هي ميتة يعني بتتعرض للضغط والحرارة في بطن الارض ده بيكون لي ايه بينتج بينتج ايه طبعا الوقود ايه الوقود الحفري سأل رقم اربعة يعبر نقطة عن عدم قدرة الارض على التخلص من الحرارة الارض مش قادرة تتخلص من الحرارة ازاي ايه ده بسبب زيادة نسبة غاز سيني اكسيد الكربون ده اسمه ايه الاحتباس الحراري سأل رقم با تتكون الاخديد بفعل الماء او الجاذبية يبقى الاخديد تتكون بفعل الماء او الجاذبية وضح دليلا يعني احنا عايزين دليل على تكوين الاخديد بفعل الماء الدليل ان وجود الاشجار والنباتات اللي بتحتاج الماء لتنمو وطبعا حبيبي اخيرا كل الشكر والتقدير لتلميزتي جنة عصام بتمنى حبيبي انكم تكونوا استفدتم من الدرس والى اللقاء حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اشتركوا في القناة